اشتركوا في القناة باب ومن سورة مريم قال المصنف رحمه الله حدثنا ابن ابي عمر عبد الله ابن ابي عمر محمد بن احا بن ابي عمر العدن هو من السقاط واثقه ابن معين وذكر ابن حمام في السقاط واثقه ايضا الاخرون قال حدثنا سفيان سفيان ابن عين كما قال امام الشفعي مالك ابن عين حفظا لعلمها الحجاز قال عن الاعمش سليمان ابن مهران من السقاط الاسبات اذا قال حدثنا او اخبارنا فعض عليه بالنوادس قال عن ابو الضحى ابو الضحى الهمداني مسلم ابن صبيح قال ابن معين ثقة ابو زرعة قال ثقة والنسائي قال ثقة قال عن مصروق مصروق ابو عائشة مصروق اعتقد من المخضرمين من السقاط الاسبات يعني هو ادرك الزمانين ابو عائشة هو ايضا من المحارب كان يدخل على عائشة رضي الله عن ارضه اسألنا قال سمعت خبابة ابن الارت رضي الله عنه يقول جئت العاصة ابن وائل السهمي اتقاضاه حقا لي عنده فقال لا اعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا حتى تموت ثم تبعث قال واني لميت ثم مبعوث فقلت نعم فقال ان لي هناك مالا وولدا فاقضيك فنزلت افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا الآية نعم هذا باب التفسير وهنا في سورة مريم تفسير قول الله رفعلا افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا في قول افرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا جاءت في معرض الاستهزاء بان خباب الرطس كان يعمل حدادا وصنع سيوفا للعاص ابن وائل السهمي فجاء لأتقاضات دراهم التي صنع من أجلها هذه السيوف فقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم قال فقلت لا حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمية ثم مبعوث فقلت نعم فقال إن لي هناك مانا وغلدا هنا فيه إشكال في نص الكلام قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا حتى تموت ثم تبعث قال وإني لمية ثم مبعوث هنا فيه إشكال ما هو الإشكال وكيف الجواب عليه يقول يقول علق الحكم لغاية طبعا هذا علق الحكم لغاية هذا هذا هو الإشكال ممتاز في أحد وافقه في هذا الإشكال أنا الخباب سننتظر حتى يبعث العص لا ما فيه كلام محمود مش نسمى محمود ها مضابط ها مين تاني ها هو يؤمن به للصحابية يعني فالأصل أنه هو يعلق الكفر على شيء مستحيل ممتاز ممتاز هو الإشكال الآن كأنه قال إذا إذا ميت أنت وإذا بعثت فأنا سأكفر محمد هذا الإشكال نعم هذا الإشكال وهذا هذا الحق أنه قال على مسألة أن هذا أبعد ما يكون كما تستبعد أنت الموت فاستبعد كفر محمد صلى الله عليه وسلم قال كأنه قال له كما تستبعد أنت البعث بعد الموت قال فاستبعد كفري بمحمد صلى الله عليه وسلم فلكنه اتقط منه لما قال له ذلك أميت أنا ثم مبعوث فاستهزئ به وقال لما قال له نعم فقال إن لي هناك مالا وولدا فأقضيك فقال أفرأيت الذي كفر بآياتنا هو قال ذلك استهزئ لأنه لا يؤمن بالبعث ولا بالنشور فلما قال له أمبعوث أنا كأنه علقه بالمستحيل الذي عنده الذي اعتقده هذا الكافر فعلقه بالمستحيل الذي اعتقده هذا الكافر فقال له استهزاء إذن إذن لو بعث إن لي هناك مالا وأولادا فأقضيك فقال الله دل فعلها أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتعين مالا وولدا لذلك صرح الله دل فعلانا وكافر بآيات الله دل فعلها وقال لأتعين مالا مالا وولدا فهذه سماها الله جلال فعلا كفرا وهذه دلالة على أن الاستهزاء بآيات الله كفر كما ورد صريحا لما استهزأوا برسول الله وبمن معه فقال قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم لكن هنا جعلها كفرا مبينا عندما قال قال أولأني لميت ثم مبعوث فلما قال نعم قال له إن لي هناك مالا وولدا وكانت هذه على الاستهزاء فقال الله جلال فعلا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا أي الآيات التي كفر بها هنا قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا استيق هنا لابد أن يدل لأن هذا باب تفسير لأن هذا الباب باب تفسير وأيضا هذا سبب النزول وقلنا بأن من أبواب التفسير سبب النزول فيها تفسير سبب النزول هي وسيلة إلى التفسير هو قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا جمع الآيات الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا ما هي الآيات التي كفر بها هو الحق أن نقول إجمالا في قول الله على أفرأيت الذي كفر بآياتنا يقصد بذلك آيات المتضمنها القرآن يعني كفر بالقرآن هو كفر بكل القرآن والقرآن يجمع الآيات ونقول كفره إجمالا بالقرآن وتفصيلا كفره بالبحث والنشور وهو أيضا زعم أن يكون له الولد والمال في يوم القيامة وهذا تقدم بين يد الله سبحانه جل فعلا لذلك قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا طال أطلع الغيب فهذا أيضا كفر آخر منه في هذا الباب إلزاما له بالحجة طال أفرأيت الذي كفر بآياتنا فكفره الله جل فعلا على ما قال زيادة على كفر زيادة على كفر وهذا سبب النزول والنزول كما قلنا من أبواب التفسير وفيها أن الاستهزاء بآيات الله جل فعلا كفر خذ بذلك كل ما تراه الآن في الواقع على الاستهزاء بآيات الله جل فعلا والكلام عليها أن تترى يتداولون في الرسالة تبعث بأنه يعني يتكلم عن المصرين بالذات أن هذه أزعجتني جدا أرسلوا لي رسالة على أنه صاحب الطعام يكتب كولوا واشربوا هنيئا وأيضا يقولون عن المصر ادخلوها بسلام أمنين وأتب رجل يسير بالسيارة كاتب اركب معنا ولا تقوم مع الكافرين وهذا يصل الاستهزاء بآيات الله جل فعلا هذا يصل الاستهزاء بآيات الله جل فعلا الناس كثيرا ما تتساهل في مسك هذه الأبواب وهي والله على خطر عظيم في هذا الباب على خطر عظيم والاستهزاء بآيات الله جل فعلا لا تحتاج لإقامة حجة ولا لإزالة شبهة لأنها من أبواب المعلوم بالدين بالضرورة هذه من أبواب المعلوم بالدين بالضرورة لا تحتاج بحال من الأحوال إلى أقامة حجة وإزالة شبهة إذن مسألة الاستهزاء كفر مستقل لا يحتاج لا لإقامة حجة ولا لإزالة شبهة لذلك قال الله جل فعلا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولدا فحكم عليه أنه يكون مخلدا في نار جهنم الفائدة الأولى صحة معاملة الكفار يعني أن تكون أجيرا لهم يستأجرونك في شيء هذا متسامح فيه أما أن تكون الغلبة والإمارة لهم والسيادة لهم هذا فيه نظر هذا فيه نظر ولذلك يعني النظر في العمل في أبواب عمل يكون الذي يترأسها أو يكون الذي يحكم فيها أمرا ونهيا من الكفار هذه المسألة ما فيها من المعاوض والتحقيق في هذا الباب الفرق بين الإكراه والكاره من وين هذه؟ الفرق بين الإكراه والكاره حكمهما يختلف قال أنه قال أن أغطيك حتى تكفر طيب وضح وضح منصور موفق 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 طيب منتاز الكفر بحكم من كتاب الله كفر بكل كتاب الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الكفر بحكم من كتاب الله كفر بكل كتاب الله ده لفي علام لأنه أجمل قال أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لا أتأنى مالا وولا اشتركوا في القناة